اهلا بكم لحلقة جديدة من المساء اليمني في احدث تقرير له وثق فريق الخبراء المعني باليمن والتابع لمجلس الامن الدولي حالة تعذيب وانتهاكات خطيرة ارتكبت ميليشيا الحوطي في سجونها لما في ذلك السجن في معسكر الامن المركزي بصنع الذي يدير احد ملحقائته رئيس لجنة الاسر لدى ميليشيا الحوطي عبدالقاطر المرتضى وهو من يقوم بهذه الانتهاكات التقرير كشف عن احتجاز النساء والاطفال لأسباب متنوعة ويكشف عن اسخدام العنف الجنسي كوسيلة للتعذيب الاتزاز المالي ونقص الرعاية الطبية يشكلان جزءا من نظام السجون الحوطية مع دعوة لتحقيق دولي وتدخل فوري لحماية حقوق الانسان فما اهمية هذه الشهادة الاممية وما دلالة اثبات تورط عبدالقادر المرتضى بهذه التهم من قبل تقرير اممي كيف يمكن ان يؤثر ذلك على مصداقية التعامل مع الحوطيين في ملف تبادل الاسرى وحقوق الانسان ان كان رئيس لجنة الاسرى لديهم عبدالقادر المرتضى هو من يقوم بهذه الانتهاكات ولديه سجن خاص به بعد هذه الشهادة مشاهدين من فريق الخبراء هل ستتعامل معه الامم المتحدة في ملف تبادل الاسرى باعتباره رئيس لجنة الاسرى الحوطية ام كمجرم حرب قبل النقاش هذا الموضوع مشاهدين دعونا في البداية مشاهد هذا التقرير وبعدها نعود تعذيب وابتزاز يهدد حياة السجنة تقرير دولي يكشف عن انتهاكات حقوق الانسان في سجون الحوطيين وثقت تقرير الفريق التابع للجنة العقوبات في مجلس الامن الدولي حالات مروعة لتعذيب وانتهاكات جسيمة تتكيبها ميليشيا الحوطي في سجونها خصوصا ما اورده التقرير عن السجن الواقع بمعسكر الامن المركزي في صنعاء الذي يديره رئيس لجنة شؤون الأسرى التابع للحوثيين عبد القادر المرتضى والذي يحتجز قرابة 3000 مختطف التقرير أثار ردد فعل في الوسط الحقوقي خصوصا فيما يتعلق بأهمية إثبات تورط عبد القادر المرتضى رئيس لجنة الأسرى للحوثيين في هذه الانتهاكات ويسلط الضوء على مفارقة وجود سجن خاص به للتنكيل بالمعتقلين والسجن كما يقول سجناء سابقون أن ما أورده تقرير الخبراء غيظ من فيض فالسجن أقرب ما يكون إلى مسلخ بشري وعما إذا كانت ذات الجهة وهي الأمم المتحدة التي أثبتت أن المرتضى ضالع بالتعذيب ستذهب بعد شهر للتفاوض معه على تحرير سجنائه المعذبين التقرير كشف عن احتجاز الحوثيين للنساء والأطفال دون سن الثلاثة عشر بلا أي أسباب قانونية حيث يتم اعتقال النساء بسبب انتمائهن السياسي أو مشاركتهن في المنظمات المجتمعية أو نشاطهن في حقوق الإنسان يبرز التقرير أن الحوثيين يستخدمون العنف الجنسي كوسيلة للتعذيب ضد النساء والأطفال في مراكز الشرطة والاعتقال كما أشار إلى أن الميليشيا تتعمد التشهير بالنساء والابتزاز المالي الذي أصبح جزءا من نظام السجن الحوثية حيث يجبر السجناء وعائلتهم على دفع مبالغ كبيرة للحصول على حقوقهم الأساسية كما أدان التقرير القوات التابعة للمجلس الانتقالي والحكومة في مأرب وذلك لحالات التعذيب وسوء المعاملة للمعتقلين في سجونها أيضا انتهاكات جسيمة لحقوق الطفل والقوانين الدولية وثقها التقرير الذي يعد شهادة أممية مهمة تكشف عن فداحة جرائم وانتهاكات الميليشيا بحق المختطفين والمخفين قسرا إذا مشاهدنا للنقاش حول هذا الموضوع دعوني في البداية أراح بضيفي هنا في السوديو الصحفي والناشطة الحقوقي محمد الأحمد أهلا وسهلا بك معاكم مرحبا بك أخي شامل المشاهدين أهلا وسهلا بك ينضم إلينا أيضا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب الصحفي والمختطف السابق لدى ميليشيا الحوثي هشام طرموم وأيضا عبر الهاتف مسؤولة الرصد في رابطة أمهات المختطفين بمأرب سيدة ألفت الرفاعي أهلا وسهلا بكما ضيفي العزيزين أبدأ أولا معك سيد محمد لنبدأ أولا مع تعليقك فيما يتعلق بما جاء من محتوى في تقرير فريق الخبراء المعني باليمن هل من شيء أثار انتباهك في مسألة الانتهاكات التي يتكبها الحوثي الحقيقة أولا تحية لك والمشاهدين الحقيقة أن تقرير هذه المرة ركز بشكل أساسي على جرائم التعذيب في السجون وفي التقارير السابقة كان هناك إشارات ضمن مضامين التقرير الدوري الذي تقدمه لجنة الجزاءات أو فريق الخبراء تابع لهذه اللجنة المعنية باليمن وهو طبعا أنشئ بموجب قرار مجلس الأمن ويقدم تقاريره أيضا إلى مجلس الأمن تابع الأمم المتحدة وبالتالي تقاريره مهمة أولا تقرير هذا الفريق ويتضمن جملة من المضامين من بينها قضايا حقوق الإنسان والتطورات فيما تعلق بقضايا حقوق الإنسان بالإضافة أيضا إلى متابعة مسألة الجزاءات أو العقوبات المفروضة على معرقل العملية السياسية أو الذين يهددون السلم في اليمن بما في ذلك مسألة حضر توريد السلاح لميليشيا الحثين وهذا أيضا أشار إليها التقرير بشكل موسع وتحدث عن قدرة الحثين أو تمكن الحثين من تعزيز قدراتهم وحصولهم على أسلحة واستمرار إيران في تزويدهم بالأسلحة في انتهاك لقرارات مجلس الأمن ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان تحدث عن جرائم القتل العشوائي الذي يستهدف المدنيين وتحدث عن ضحايا الألغام ومخلفات الحرب نوعا نعرف جميعا أن الألغام الطرف الوحيد الذي يستخدمها بكثرة هو ميليشيا الحثين وتستخدمها بدون خرائط ولم تفصح حتى الآن عن خرائط الألغام في المناطق التي تم دحر الميليشيا أو إخراجها منها وبالتالي الضحايا هم مدنيون وممتلكات المدنيين أيضا من المواشي وغيره بالإضافة أيضا إلى مسألة التعذيب في سجون ميليشيا الحثين وأشار في الحقيقة إلى ركز بشكل رئيسي على مسألة التعذيب في سجن التبادل أو ما يسمى مركز التبادل في السجن الأمن المركزي في العاصمة صنعاوة ذكر بشكل رئيسي مسؤول ملف الأسرة في ميليشيا الحثين عبدالقادر المرتضى وأتذكر أن قناة بلقيس وأيضا في مقابلة سابقة يعني جرى الحديث عن مسألة ضرورة وصم هذا الشخص الذي يظهر في وسائل الإعلام ويسافر إلى مدن أوروبية ويتحدث بمنطق إنساني عن قضايا تبادل الأسرى والمختطفين وبالتالي هو أحد القلادين الذين أزيح الستار عن القناع الذي لازم أن تذكر زميع عبدالقالق عمران عندما خرج من السجن ووصل إلى مطار المقرب تحدث عن عبدالقادر المرتضى نعم كان بالذات هذه الشهادة التي أدلى بها الصحفيين باعتبار أنهم شهود وضحايا في نفس الوقت كان لها في رأيي دور مهم في الأخذ بعين الاعتبار مسألة الذكر أو الإفصاح عن اسم أحد قيادات ميليشيا الحوثيين وهو عبدالقادر المرتضى وهذا مهم جدا لأنه دائما الجلادين أو المجرمين ومنتهكي حقوق الإنسان أحيانا يتخفون وراء القاب أو لا يريدون أن يظهروا كمنتهكي لحقوق الإنسان ولكن بالفعل كان الأبطال الصحفيين الذين أطلق صراحهم بعد سنوات طبعا من المعاناة وهم ضحايا لعبدالقادر المرتضى بنفسه كان الأخ توفيق المنصوري أحد الصحفيين اعتدى على عبدالقادر المرتضى بنفسه وشج رأسه وكان هذه الشهادة مهمة وبالتالي فريق الخبراء على ما يبدو استند إلى معلومات ربما بما في ذلك شهادات الزملاء الصحفيين ليكون اسم عبدالقادر المرتضى جزء من هذا التقرير وإن كان للأسف الشديد كان يفترض أن يوصي فريق الخبراء بإدراج عبدالقادر المرتضى في قائمة العقوبات لكن أعتقد أن هذا ليس مستحيلا ويمكن أن تشتغل منظمات الحقوقية والحكومة اليمنية وكل المعنيين بالملف الحقوقي من أجل إدراج عبدالقادر المرتضى وغيره من قيادات الحوثيين لا سيما المسؤولين عن السجون والضالعين في جرائم انتهاكات الحقوق الإنسان أن يكونوا جزء من قوائم العقوبات والجزاء معنا في هذه الحلقة كما ذكرنا في البداية ورحمنا بسيد هشام طرموم الذي كان أحد نزلاء وأحد معتقلي هذا السجن المركزي أهلا وسهلا بك مرة أخرى سيد هشام طرموم وقد تم الإشارة في تقرير فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن عن هذه الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون وأنتم كنتم جزءا من هؤلاء المعتقلين الذين تعرضوا لهذه الانتهاكات أخبرنا عن شهادتك أنت فيما يتعلق بما يسمى سجن تبادل الأسرى الذي يدير عبد القادر المرتضى داخل السجن المركزي حقيقة أولا تحية لك أستاذ شام ولضيفك الأستاذ محمد وللأستاذ ألفت وكما أحيي الجمهور جميعا وأحيي أسر المختطفين والمختطفين أنفسهم المناظرين الذين تعرضون لمعاناة كبيرة جدا ونحن حقيقة مكثنا في هذا السجن ولكن كانت أيام قليلة بعد أن انتقلنا من السجن الأمن السياسي إلى سجن الأمن المركزي وحقيقة هذا السجن يدار من قبل عبد القادر المرتضى شخصيا ويشرف على هذا السجن الفريق المفاوض من ضمنهم مراد أبو حسين هذا الشخص أو ما يسمى مراد حنين هذا الشخص الذي كذلك هو ضالع في تعذيب المختطفين إضافة إلى عبد القادر المرتضى وشقيق عبد القادر المرتضى أبو شهاب المرتضى حقيقة ما خرج عن نتائج التحقيقات لفريق الخبراء هو تأكيدات على تصريحات سابقة قلناها وعلى تصريحات أدل بها الزملاء الصحفي الأربع المحكومين بالإعدام وعلى رأسهم الزميل توفيق المنصوري عقب خروجهم من سجون هذه الميليشيات عندما تحدث عن أن الشخص عبد القادر المرتضى هو شخص يمارس التعذيب بكل أنواعه وصنوفه بحق المختطفين في السجن الذي يديره عبد القادر المرتضى حقيقة اليوم نحن نتحدث عن الوجه الناعم لهذه الميليشيات هو عبد القادر المرتضى هناك حالات تعذيب يتعرض لها المختطفون على أي دقيادات عسكرية وأمنية أخرى في سجون هذه الميليشيات نحن حقيقة اليوم الكرة في مربع أو في ملعب الحكومة الشرعية وملعب المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة وبالذات المفاوض المبعوث للأمم إلى اليمن وطاقمه الذي يدير هذا الملف وأخص بالذكر كذلك الأستاذة رضوانور هذه التي تختص بهذا الملف في الفريق الأممي اليوم يجب أن يكون هناك التفاتة مهمة وجادة حقيقية من الأمم المتحدة من المبعوث الأممي تجاه هؤلاء المجرمين وعلى رأسهم عبد القادر المرتضى اليوم كنا نحن نتحدث فيما مضى عن مطالبات بإدراج عبد القادر المرتضى من قائمة العقوبات بعد أن جاء الفريق الخبراء وقام بالتحقيق وأثبتت التحقيقات التصريحة التي كنا نقولها والشكاوى التي كنا نقولها عن المختطفين وعن أهلهم وأسرهم يتحتم اليوم أولا على الحكومة الشرعية أن يكون لها موقف جاد إزاء هذا المجرم ألا تقبل بالتفاوض معه مرة أخرى التفاوض بقى مجرم غير صحيح لا يمكن أن يفضي إلى نتيجة هؤلاء هذا شخص مجرم عندما نتحدث عن أسماء ظالعة أو متورطة في التعذيب نتحدث عن قيادات ميليشيوية أحيانا تكون غير معروفة أو لا تخرج من أماكن سيطرة هذه الميليشيات إذا كان التفاوض يتم في ملف تبادل الأسرة ألا ينبغي على الحكومة إذن أن تتفاوض مع الحوثين في هذا الجانب حقيقة هناك وسائل كثيرة هشام للضغط على هذه الميليشيات أولا شخصية عبدالقادر المرتضى شخصية إجرامية متورطة صحيح أن هذه الميليشيات جميعا أو هذه الميليشيات تركيبتها تركيبة إجرامية وعلى راسم عبدالملك الحوثين لكن عندما نتحدث نحن الآن عن عبدالقادر المرتضى حتى أكمل الفكرة عبدالقادر المرتضى شخص يذهب إلى تفاوضات هذه التفاوضات تتحدث عن تفاوضات في ملف إنساني لا يحق لعبدالقادر المرتضى أن يقود مفاوضات في الملف الإنساني كيف تتفاوض مع المجرم؟ عبدالقادر المرتضى المفترض تكون هناك مذكرة اعتقال له بعد اليوم وعقوبات تصدر بحقه بعد تأكيدات تحقيقات فريق الخبراء هذه التأكيدات جاءت نتاج لتراكم من الشكاوى ومن الدعوات التي كنا نتحدثنا عنها وأكدها الزملاء بعد خروجهم من السجون وأكدها المختطفون هناك أسماء كثيرة من المختطفين تعرضوا للتعذيب في هذه السجون على عيدي الأشخاص المفاوضين في هذه اللجنة لجنة الحوثيين من ضمنهم المختطف خالد حيدر المختطف حايز حجيل المختطف كذلك إبراهيم الغندري المختطف نجيب الشبيبين هؤلاء المختطفون تعرضوا للتعذيب بإعاز مباشر من عبدالقادر المرتضى وبأيادي مراد حنين الذي يدعى مراد أبو حسين هذا الشخص الذي يقف دائما وهو معروف بجوار عبدالقادر المرتضى في المفاوضات هؤلاء الأشخاص هم مجرمون لا بد من أن تكون هناك عدالة تتحقق في القاء القفض عليهم والماكن التي يحتجزون فيها المختطفين هذه أماكن تحولت إلى أماكن جريمة بحق أبناء الشعب اليمني يجب اليوم أن يكون هناك التفاتة جادة وحقيقية من قبل المنظمات العالمية والدولية المهتمة بحقوق الإنسان مثل ما قلت وعلى رأسها الأمم المتحدة يجب أن يكون هناك اليوم عقوبة هذه العقوبة تكون درس رادع لهؤلاء المجرمين حتى لا تتفشى ظاهرة الإجرام في العالم سيد الشام دعني أن أقول المقطة التي ذكرتها عن عبد القادر المرتضى إلى سيد محمد الأحمدي هل تستطيع الحكومة الاعتراض على تسمية عبد القادر المرتضى كرئيس مفاوضي الحوثين في ملف التبادل الأسرى لا نحيي الأخي شام فعلا ولا نحييه مرة أخرى على صوته وكل الرفاق من الصحفيين الذين أطلق صراحهم لم يصمتوا ولم تفت من عضدهم سنوات الإجرام التي مارستها مليشي الحوثين بحقهم وخرجوا وأفصحوا عن هذه الحقائق واليوم هذه الحقائق مدونة بتوقيع أممي ويمكن أن تكون هذا التقرير مستند الحكومة الشرعية أولا كما قال الأخي شام إصدار مذكرة اعتقال من النائب العام بالجمهورية اليمنية يا أخي هشام هناك خطوات بسيطة يمكن أن تقدم عليها الحكومة اليمنية إذا امتلكت أولا الإرادة الحقيقية لإنقاذ اليمنيين من هذه الميليشيا من هذه العصابة الإجرامية يجب تفعيل دور النيابة العامة بالجمهورية اليمنية حتى لو لم يكن للحكومة الشرعية مقدرة على إنفاذ مذكرات الاعتقال أو القرارات الصادرة عن المؤسسة القضائية يجب أن يكون هناك قرارات من هذا النوع يجب إصدار قرار مذكرة اعتقال من النائب العام بناء على الشكاوى التي أطلقها الزملاء الصحفيون فيما يتعلق بشخص عبدالقادر المرتضى وأعضاء أيضا لجنة التفاوض أو لجنة الأسرة والمفاوضين وفد الحوثيين إلى المفاوضات برعاة الأمم المتحدة يجب إصدار مذكرة اعتقال أولا من النيابة العامة استنادا إلى ما ورد في تقرير الأممي وهو مستند مهم ومعترف بيجب أن يكون المجرمون ومنتهكو حقوق الإنسان منبوذين وهذا النبذ يجب أن يكون للحكومة دور فيه عليها ألا تجلس على طاولة التفاوض مع شخص يرتكب جرائم التعذيب وهي جريمة ضد الإنسانية في مفهوم القانون الدولي التعذيب والإخفاء القسري جرائم ضد الإنسانية وبالتالي الحكومة بمقدورها أن تضغط على الراعي الأممي أنه لا يمكن الجلوس على طاولة تفاوض بشأن ملف إنساني وقانوني مع مجرم وجاني بتوقيع تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمم إذن لديها موقف قوي في هذه اللحظة لو كان تم إدراج عبد القادر المرتضى ضمن قائمة العقوبات الخاصة بالأفراد المعرقلين لعملت السلام في اليمن لو أراد أن يخرج خارج اليمن هل كان سيتم القفض عليه؟ أعتقد أنه لو كان هناك دور آخر يعني دور مضاعف للحكومة الشرعية ولمجموعات حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية بتقديم مذكرة اعتقال بتقديم ملف أمام محاكم مخولة بالولاية القضائية العامة مثلا في جينيف القضاء السويسري لديه ولاية عامة يمكن أن يحقق في قضايا خارج إطار إقليم الدولة أو أي دولة أوروبية أيضا هناك اتفاقيات ثنائية على مستوى الدول العربية اتفاقيات تبادل السجناء والمتهمين يمكن استخدام هذه الاتفاقيات واستخدام ملف الولاية القضائية العامة المعمول بها دوليا لضبط مجرمين منتهكين لحقوق الإنسان وبالفعل يمكن إلقاء القبض عليه ومحاكمة أمام القضاء الدولي بناء على هذه القاعدة إذن ضيفي العزيزين وأيضا أنتم مشاهدين الكرام دعونا أيضا نصديف معنا مسؤولة رصد في رابطة مهات المغتطفين بما أربى سيدة ألفت الرفاعي أهلا وسهلا بك معنا سيدة ألفت أريد أن أسألك في البداية هل التقى بكم أحد أعضاء فريق الخبراء المعني في اليمن قبل إصدار هذا التقرير كنت أسألك عن إن كان فريق الخبراء المعني في اليمن في اليمن قد التقى بكم واستمع إلى شهاداتكم قبل أن يقوم بتقديم تقريره إلى مجلس الأمن سيدة ألفت لا يمكنني سامعك في حقيقة الحقيقة بشكل واضح إن كان بإمكانك حل مشكلة ربما الشبكة وفريق البرنامج سيعود التواصل معك لنسمعك بشكل واضح أعود إلى ضيفي من مأرب عبر الأقمار الصناعية السيد هشام طرموم كنا نتحدث عن هذا السجن الذي يديره عبد القادر المرتضى من يكون بداخل هذا السجن؟ أي نوعية من المعتقلين يحتفظ بهم عبد القادر المرتضى فيه؟ حقيقة قد تطرق تقرير الخبراء إلى أن هناك أعداد من الأسرى العسكريين الذين محسوبون على معركة وادي أبو جبارة ونحن وجدنا في هذا السجن كثير من العسكريين وكثير من المدنيين كذلك هناك سياسيين مختطفين في هذا السجن هناك ناشطين هناك طلاب جامعات مختطفين في هذا السجن كأحد الأشخاص الذين التقيتهم هو يزيد السبل هو كان طالب جامعة كان يدرس في كلية الهندسة بجامعة صنعاء وقبل أن يتمم دراسته اختطفته ميليشيات الحوثي ووضعته داخل سجونها كثير من الطلاب مختطفون في هذا السجن كثير من المدنيين مثل ما قلت لك حقيقة أريد أن أعلق أو أعقب على نقطة ذكرها الأستاذ محمد الأحمدي أحييه على هذه النقطة هي نقطة ملاحقة الجاني عبدالقادر المرتضى هذا المجرم اليوم نحن نتحدث ويؤصفنا أن نقول هذا الأمر أنه من خلال متابعته لموقف الحكومة إذا عبدالقادر المرتضى بعد صدور تقرير الخبراء لم أرى أي موقف حكومي يعلق على هذا الأمر اليوم الحكومة أمام موقف يجب أن تكون جادة في موقفها إذا هذا المجرم يجب أن لا تتسامح يجب أن لا تتوانى في المطالبات هذه مسؤوليتها الآن المفترض تنتقل من مسؤولية الأفراد والمختطفين والناشطين الذين ينقلون حجم معاناة الناس ويتحدثون بمعاناتهم أيضا إلى موقف حكومي صارم وجاد تجاه هذه الميليشيات لملاحقتهم في المحاكمة الدولية لملاحقتهم كذلك على كافة الأصعدة التي يمكن أن تفضي هذه الملاحقات إلى محاسبتهم وهذا المطلوب لا ندركها ضمن كلمة يمكن نريدها نحن أن تتحقق على أرض الواقع حقيقة يجب أن يكون هناك ردع لمثل هؤلاء المجرمين ومحاسبة لمثل هؤلاء المجرمين حتى يتم الحد من هذه الجريمة لأنه في حال تم التسامح وتم التعاطي مع هذا المجرم وتم التعاطي مع التفاوض معهم ستبقى الجريمة لن تحتل هذه المشكلة إطلاقا إلا بأساليب وطرق وقرارات أممية وقبل ذلك مثل ما قال أستاذ محمد يجب أن تكون هناك قرارات محلية أقصد بالقرارات هي أن تكون هناك قرار لإصدار مذكرات اعتقال من قبل النيابة العامة من قبل قضاء اليمن هذا الموقف يجب أن يتصاعد إلى الموقف الإقليمي ثم إلى الموقف الدولي ماذا عن وزير حقوق الإنسان في الحكومة سيد أحمد عرمان ما الذي يمكن أن يقوم به حقيقة نحن لم نشاهد له أو لم نقرأ له أي تصريح أو تعليق أو لم يكن له هناك موقف إذا التقرير الأخير الذي صدر عن لجنة القبراء نحن نتمنى أن يكون هناك استعدادات منهم لموقف جاد وصارم في المستقبل أقصد كذلك أستاذ الشامب لا نريد أن يختزل الموقف في وزارة بعينها أو في أشخاص معينين بحد ذاتهم يجب أن يكون هناك على مستوى رأس الهرم في السلطة اليمنية هناك اهتمام وتوجه لمعاقبة هؤلاء الميليشاويين الذين حقيقة أوجعوا الشعب اليمني هناك الآن جرائم بشعة تمارس بحق المختطفين والأسرة في سجون ميليشيات الحوثي هناك أربع حالات وفاه أو خمس حالات وفاه خلال شهرين يعني هذه جريمة كبيرة جدا يجب أن يكون هناك موقف من الحكومة اليمنية لا تكتفي بالتغريدات لا تكتفي بالبيانات الحقوقية هذه مواقف المنظمات المحلية المفترض وأيضا كذلك لدينا كذلك موقف وتعليق على المنظمات المحلية يجب أن تترك مكاتبها المنظمات المحلية ولا تكتفي بالرصد المصادر المفتوحة يجب أن تكون لها نزول ميداني لتوثيق الحالات لتصعيد هذا الملف على كافة الأصعدة وتدويل هذا الملف طيب يبدو أن سيدة ألفت الرفاعي قد عدت إلينا مجددا هل تسمعيننا الآن بشكل واضح سيدة ألفت؟ نعم لا أدري إن كنت قد سمعت سؤال سابق كنا نتحدث ونتسأل عن إن كان فريق الخبراء الدولي المعني باليمن قد التقى بكم قبل صدور هذا التقرير وسامع منكم شهاداتكم حول انتهاكات الحوثيين الرابطة لم تفتدي بهم بل تم التواصل معهم وساهمت في إيضان الضحية للمجيات كان الموضوع يتعلق بالتعبيب والأتقان التعسير الذي يحدث لجميع المقتصدفين طيب ما أبرز النقاط التي ذكرتموها أثناء تواصلكم معهم تكلمنا عن ما يحدث للممارسات جماعة التعسيري المقتصدفين نحن نستغرب أن يكون المقاوض لجماعة التعسيري هو الجلاد نصره لهذه الغضية المقتصدفين وهو الجلاد النبي يقوم بتعديد المقتصدفين أتب ما أخبرنا المخرج عنهم من المنتوثيق المنصوري الذي قام بتعديده المقتصدفة مباشرة بجرفة فراثة حتى نزافة دمينه وكان خيابته وما زالت آثاري إلى الآن تكلمنا عن ممارسة جماعة التعسيري في الاعتباء على الحق في الحياة وعلى الحق في الحرية فهي تحتجزهم بدون المسوّغين جانوني وذلك الكثير من المقتصدفين التي تم رفع تأثيراً رابطة وطلع عددهم إلى تكلمنا من المقتصدفين من المقتصدفين تأثيراً وكثير لهم سنوات من دون إجراءات مدانونية بحقهم فذلك الاختباء القصري الذي يصل إلى سنوات واعتقدنا أن بعض من الحالات التي أخبر لخمسة سنوات درجة أن أسرهم كانوا يأثيراً أن يكونوا ما زالوا موجودين هذا وثقت الرابطة 1076 عن حالة تأثيراً المدانين من جميع الأطراف أخبرناهم أننا وثقنا 1825 محتجزاً تعرضوا للتعديد وسوء المعاملة وهذا ليس مقتصراً في الأمن المركزي فقط وإنما التعليم يمارس في كل المعتقلات وكل السجون ومن الأساليب التعليم حسب ما أخبرنا عنها المفرج الكثير من الأساليب التي تعرضون أدرزها خلع الأباطير والتعليم بالتعليم بالتعليم الطويلة وقرش بالماء البارد حزهم في بدرومات الوقت بالإبار الضرب بالحديد عن الأرجل الصعيد بالكهرباء إدخالهم في خزانات الماء وغلاقهم لمدة يوم كذلك برضى من باشرة الوجه والحرمان من دورة المياه وساقة الرابطة كما ذكرت في النقاط السابقة التي كانت في التدريب تورسية في التعليم أو تورسية كذلك وابتدنا طبعة عشر المحتجز بسبب الإهمال الطبي في أماكن الاحتجاز الكثير من المتقاطين كانوا يعانون من الإهمال الطبي الممنهج داخل السجون أخبرونا أنه عندما كانوا يطلبون من السجانين أن يسعفوا أو منساءة حالته كان يرد عليهم بأن السجانين يقولوا خليه يموت كذلك ذكرنا من ضضية الإعدامات والمحاكمات التي تقول بها جماعة تقول في حق المتقاطين محاكمة لكن تضبط عليها مباركة المحاكمة عادلة ومنها عدم جماعة الهورفية في حق المتقاطين من لبنان في ديبة طب بعد سد كل هذه الحقائق لهذا الفريق هل رأيتم بأن التقرير قد جاء كما توقعتمه نحن لا نستغرب أن يقول قذلك هناك إنتهاركات لا يستطيع الشرق بما يحدث في سجون جماعة الهورفين الانتهاكات تمارس لحق المتقاطين وتمارس متقاطين وكذلك النساء المتقاطات وناشطات نعم هناك نقطة ذكرت في التقرير سيدة ألفت وهي اختطاف النساء وتعذيبهن الحكومة اليمنية كانت قد أكتت وجود 1800 امرأة اعتقلتها وأخفتها ميليشيا الحوثي منذ انقلابها على شرعية بينهن ناشطات وإعلاميات ومدنيات كثيرات ماذا لديكم بخصوص هذه الأرقام فيما يتعلق باعتقال هؤلاء النساء يعني باعتقال النساء رسولة الرابطة ما يقارب الـ 42 امرأة وأغلبهن تحدثنا بأنه تم التعديد الديسرية الموانهج في حقا النساء كما ذكرت كثيرا من المشيطات وأنه كان يباشر في تعييد الموانهج تحت إجراء عبدالقادر المرتضى كثيرا من النساء يتعرضنا بالتعديد الموانهج بخلصيجون وأخبرونا بعض من تم الفراج عنهم بأن كثيرا من المشيطات المتطاق هم مجيطات وأغلبهم قاموا بالانتحار لعول ما يجبه بخلصيج جماعة الكوتي نحن نرى كذلك في جلب في التفاوض أن هناك تغاف كبير لمنف قضية المخططة نعم إذن شكرا جزينا لك مسؤولة الرصد في رابطة مهات المختطفين بمأرب السيدة ألفت الرفاعي أعوذي لك مجددا سيد محمد ودعني هنا أسرد لك بعض أسالي تعذيب الحوثين توجيه المسدسات نحو رؤوس السجناء والقيام بعمليات أعدام وهمية لجعلهم يقفون لساعاتهم طويلة فاتحين أقدامهم ويتلقون الضرب في أماكن حساسة ضرب رؤوسهم في الحائط سحب الكراسي من تحتهم حتى يقعوا وبعد ذلك يتم الدوس عليهم وجرهم على أرضية الزنازين ضربهم بأدوات معدنية وأسلاك كهربائية تعريضهم للسعاقات الكهربائية تعليقهم في الخارج أمام باقي السجناء لترهيبهم مع تعليقك على كل هذه الممارسة التي ترتكب للأسف شديد هذه ممارسات شائعة في سجون ميليشيا الحوثيين وهي تنم عن نفسية مريضة ومتوحشة وسادية هذه ميليشيا هي جزء من ثقافة أذرع إيران في المنطقة تمارس نفس الإجرام شاهدنا يعني جرائم تعديب مروعة على يد ميليشيا تابعة لإيران ميليشيا الطائفية في العراق وسوريا وفي اليمن أيضا الوضع لا يختلف كثيرا عن ما يحدث هناك كان على الأقل يمنيين كان يمنيون يستبعدون أن يكون شخص يمني بهذه الروح وبهذه النفسية المريضة لماذا يتم تعذيب شخص وهو معتقل لديك يعني ماذا تريد من هذا الشخص لا يملك حتى قوة يمكنه أن يقاومك أو يدافع عن نفسه أنت عندما تمارس جرائم التعذيب والضرب والامتهان لشخص أمامك إنما لشعورك بالعجز والفشل وبالتالي هذا يدفع إلى ممارسة التعذيب بحق شخص لا يملك وسيلة للدفاع عن نفسه وبالتالي هذه الممارسة شائعة وسمعناها طوال السنوات الماضية من شهادات الناجين من سجون ميليشيا الحوثيين لكن في المحصلة أخي هشام والمشاهدين والجميع الشعب اليمنى يتذكر أن الجلاد الذي ورد اسمه في قائمة العقوبات في تقرير سابق لفريق الخبراء سلطان زابن انتهى به الأمر إلى مزبلة التاريخ وأعلنت وفاته في ظروف غامضة لدى ميليشيا الحوثيين قد يكون هذا حقيقي وقد لا يكون لكنه في المحصلة كل المجرمين وكان متورط بشبكة دعارة وكان متورط بشبكة دعارة وأدرك اسمه في قائمة العقوبات وأتوقع أيضا عبد القادر المرتضى أن يحصل على نفس النتيجة التي حصل عليها سلفه سلطان زابن واحد من الجلادين والمجرمين نعم أتوقع أن يلقى نفس المصير في إدراجه في قائمة العقوبات وفي التخلص منه لأن هؤلاء وصمة عارواج ميليشيا الحوثيين تستخدم هؤلاء الجلادين لإفراغ حقدها المتراكم على الشعب اليمني ثم بعد ذلك ترى أن هؤلاء يمثلون عبءا ثقيلا عليها على الصعيد الدولي والسياسي وبالتالي يمكنها أن تتخلص منهم وبالتالي لكل الجلادين والمجرمين في سجون الذين تستخدمهم ميليشيا الحوثيين لامتهان كرامة الإنسان اليمني سيكون مصيركم بالتأكيد إن لم يكن كمصير سلطان زابن سيكون أسوأ من مصير سلطان زابن وغيره من الجلادين الحوثيين قالوا أن سلطان زابن توفي وفاة طبيعية هذا شاب في مقتبل العمر يعني كما تداولت صوره وسائل الإعلام كيف يعني الموت لا شك أنه يعني لا يمكن حسبة الموت لكنه في ظروف غامضة ولا يمكن الوثوق ببيانات وتصريحات ميليشيا الحوثيين فيما يتعلق بمصرع يعني قياداتها إذا كانوا يتكتمون على مصرع قياداتهم في المواجهات الميدانية ويخفوهم لعدة أشهر ثم يعلنون تشييعهم دون تفاصيل عن مكان مقتلهم أو مصرعهم وكيف تم مصرعهم وبالتالي لا يمكن أولا الوثوق بأنه سلطان زابن مات مات وفاة طبيعية لأنه شخص كان عسكري يعني وفي مقتبل العمر يعني وبالتالي يعني مع أنه لا يستبعد الوفاة الطبيعية بالتأكيد لكن في كل الأحوال هناك وصمة عارسة تظل تلاحق هذا الشخص حتى في قبري لأنه مارس جرائم بحق الإنسان اليمني بحق النساء وغيره أيضا عبد القادر المرتضى وغيره من الجلادين سيكون نفس المصير نعم سيد هشام هناك إحدى الأساليب التي تتخذها الحوثيون وذكرت في تقرير فريق الخبراء وهي إجبار العائلات على دفع مبالغ مالية من أجل التواصل مع دويهم في هذه السجون أو حتى لقائهم أخبرنا عن هذه الممارسة التي يقوم بها الحوثيون حقيقة يا أستاذ هشام أن هذا القضية هي قضية حوثية ممنهجة تبدأ رحلة المعاناة للمختطف منذ اختطافه تصاحب المعاناة كذلك على المختطف تتوزع وثم على أهالي وعقارب المختطف مسألة الابتزاز تحول ميليشيات الحوثي قضية المختطف إلى مصادر استرزاق وكسب المشرف الذي يقوم باختطافك يأتي مشرف آخر ثم يقوم بالضغط على الأهالي تحت الإطرار لإجبارهم على دفع مبالغ نقدية كبيرة جدا مقابل إخراج ابنهم المختطف وهذا ما حدث معي وحدث مع كثير من المختطفين ولعل هذه القضية تم توثيقها في كثير من الاستبيانات التي وزعت لنا من المنظمات وحتى صدر في ذلك كتاب الجريمة المركبة للأستاذ همدان العلي ذكر هذه الجزئيات وذكر هذه التفاصيل وكنت أنا واحد من النماذج الذين تعرضت أسرتي وعائلتي لابتزاز مالي بسبب بقائي في السجن من قبل المشرفين حوثيين وهذه القضية ليست منتهية أو سالفة حتى نتحدث عنها الآن كقضية منتهية لا بالعكس مسلسل ابتزاز الحوثي ما يزال مستمر حتى اللحظة بحق الأهالي والمختطفين الذين دائما قلوبهم معلقة بالآمال لخروج أبنائهم يستغل الحوثي ذلك تلك اللهفة وذلك الاحتياج لخروج الأبناء ثم يقومون بإطلاق مواعيد كاذبة لإخراجهم مقابل استلام نقود ومبالغ مالية كبيرة جدا البعض يضطر لبيع ما يملك من مصادر رزق من مصادر دخل مقابل أن ينال ابنه الحرية ويعود إلى وسط أسرتهم وللأسف الشديد هذا السلوك الحوثي لا يقتصر على مشرفين عاديين على الإطلاق لكن نحن نعرف أنه توجه ولمسنا أنه توجه من قبل قيادة الميليشيات تدع هذه الميليشيات تسترزق وتكسب من هذه الأسر إضافة إلى أنه تحولت السجون الحوثية إلى أشبه بأسواق استثمارية تدر مالا على هذه الميليشيات يعني فعلا كما ذكرت في آخر حديثك عن تحويلها إلى أسواق مثلا هنا ما ذكر أيضا في تقرير الفريق بأن صندوق الباراسيتامول يباع في سجون الحوثيين بأضعاف سعره الحقيقي في الخارج أيضا مسألة الإهمال الطبي وعدم تقديم المساعدات الطبية لهؤلاء المعتقالين الذي يعانون من أمراض مزمنة أو أمراض ناتجة عن ممارسات الحوثيين أخبرنا أيضا عن هذه النقطة نحن نتحدث هشام وهناك مسلسلات من المعاناة تفتتح في مخيلتي ورأسي وأتذكر أسماء كثيرة عانت من هذه النقاط التي تحدثت عنها سواء الوفاة تحت التعذيب الوفاة تحت إجراءات الإهمال الطبي التي يتعمد الحوثيون ممارستها مع المختطفين ومع الأسرى هناك كثير من الأسرى توفوا تحت الإهمال الطبي وهو وسيلة حوثية ممنهجة يكون هناك مختطف أو أسير يتم تعذيبه يتم تعذيب الأسير وهو يعاني من أمراض إذا شكوت أنت في غرف التحقيقات من عضو من أعضاء جسدك وأنت تعانيه كالعمد الفكري أو ما شبه ذلك أو اليد بالعكس يتم التعمد من قبل هذه الميليشيات في غرف التحقيقات بضربك على هذه الأماكن كوسيلة من وسائل الضغط لأنهم يجدون في ذلك العضو وسيلة ضعف لك هذه هي المنهجية الحوثية أريد أن أشير في هذا الموضوع إلى أن مسألة المختطفين والأسرى قضية إنسانية لابد أن تنال حقها من التعاطف والتضامن ومن الجانب الحكومي والجانب الأممي ومن جارب من يقومون برعاية المفاوضات بين الأطراف اليمنية أنا أتحدث الآن في هذه اللحظات هشام وقبل أيام أو الشهر السابق شهدت القضية اليمني والملف اليمني حراكا كبيرا جدا فيما يتعلق بمسألة السلام في اليمن نحن نتمنى أن يكون ملف المختطفين والأسرى ضمن أولويات هذا الملف لا سلام في اليمن إلا بحل مثل هذا الملف وأقصد بحل هذا الملف إنهاء وتفريغ السجون من المختطفين والأسرى ثم رعايتهم والاهتمام بهم بعد خروجهم من هذه السجون إذن سيد محمد ما مدى قربنا فعلا من إخلاء هذه السجون من هؤلاء المعتقلين أنا أعتقد أنه للأسف المجتمع الدولي والفاعلين الإقليميين والدوليين الذين يتحدثون عن السلام لكنهم يجبرون اليمنيين ويجبرون أنفسهم أيضا على الدوس على معاناة اليمنيين وإغفالها والذهاب نحو سراب السلام مع ميليشيا بهذا القدر من الفاشية والتوحش وما لم يكن هناك إقراءات رادعة لوقف صلف هذه الميليشيا ووقف جرائمها وانتهاكاتها أولا بحق السجون ونتذكر منذ اللحظة الأولى التي قرى فيها الحديث عن مباحثات سلام أو عن جولات حوار من أجل السلام كان الحديث عن خطوات لبناء الثقة أو تدابير لبناء الثقة وكان من بينها ملف الأسرة والمختطفين وكان بالفعل بوابة لكن العالم والفاعلين الدوليين وإقليميين فوتوا فرصة إحراز تقدم في هذا الملف لأنهم تعاملوا مع ميليشيا الحوثيين ولزلوا حتى هذه اللحظة بنوع من التدليل وسياسة المراضى لهذه الميليشيا وهو ما جعلها تزداد وحشية ضد الشعب اليمني وتمارس انتهاكات على النطاق واسع وشعرت أنه يمكنها أن تفعل أي شيء بمعزل عن أي إجراء عقابي وبالتالي نتحدث دائما عن مناخ سائد الإفلات من العقاب لأنه لم يتخذ المجتمع الدولي إقراءات عقابية رادعة لميليشيا الحوثيين تحت ذريعة البحث عن وهم أو سراب السلام مع هذه الميليشيا وأغفى الإقراءات يمكن كان اتباعها من لحظة من اللحظة الأولى نزع سلاح هذه الميليشيا تنفيذا لقرارات مجلس الأمن يعني فرض عقوبات على قيادات هذه الميليشيا واستهدافها على الأقل لأنها متورطة وضالعة هناك عقوبات على قيادات لكن توسيعها ربما لكنها مجرد حبر على ورق لم تكن هناك إجراءات عقابية تمس هذه الميليشيا اليوم يتحدث الأخ هشام وغيره كثير عن قدرة هذه الميليشيا عن جني الأموال حتى من معاناة اليمنيين من جراحات اليمنيين تجني الأموال لديها مقدرة هائلة على حصد الأموال ولذلك شاهدنا مظاهر الثراء الفاحش على قيادات وعناصر هذه الميليشيا في اليمن على حساب معاناة وجوع اليمنيين سيد محمد في آخر دقيقة من الحلقة كيف يمكن استخدام هذا التقرير لجني مكاسب من أجل هؤلاء المعتقلين والضحايا على حساب أنا دعني أخي هشام وأناشد الأخ الأستاذ أحمد عرمان وهو صديق عزيز وزير حقوق الإنسان أن يكون له دور كبير في الوقوف إلى جانب ضحايا المختطفين الضحايا المختطفين في سجون ميليشيا الحوثيين أن تعمل وزارته على إبرام عقود مع مؤسسات محامة دولية لملاحقة ومحاسبة قادة ميليشيا الحوثيين ولسيما الوفد المفاوض لميليشيا الحوثيين وعلى رأسي عبد القادر المرتضى وبقية أعضاء الوفد هذه خطوة أولى أن يكون هناك دور لوزارة حقوق الإنسان في رعاية وتوفير رعاية قدر ما تستطيع للضحايا الذين خرجوا من السجون وجدوا أنفسهم بلا سند وبلا ظهر ويعانون الفقر والتشرد ليس فقط وزارة حقوق الإنسان ولكن أيضا الحكومة بشكل عام ولكن الأخ أحمد عرمان أعرف أن له رصيد حقوقي رائع ويجب أن يكون له أيضا دور شكرا جزيلا لك ضيفي هنا في السوديو الصحفي وناشط الحقوقي محمد الحمدي أشكر أيضا ضيفي من مأرب عبر الأقمار الصناعية الصحفي والمختطف السابق لدى ميليشيا الحوثي هشام طرمو ومشاهدني الكرام شكرا لكم أنتم أيضا على طيب المتابعة نتقيكم في حلقة قادمة في أمان الله اشتركوا في القناة